اشتركوا في القناة من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فإن قضية الإيمان التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها لابد من بيان فيها حتى يعلم الناس هذا المصطلح الذي انقسم الناس فيه لشقي أو سعيد وهذا الشقاء وهذه السعادة في الدور السلاس في الدنيا والبرزخ والآخرة فمن عاش في الإيمان في الدنيا عاش سعيدا وكان في برزخه منعما ثم لقي الجزاء الأوفى عند رب العالمين ومن عاش في الدنيا على معصية الله والكفر به عاش شقيا وإن جمع كل الأسباب ثم لقي جزاء عمله في برزخه ثم وفي الجزاء الأوفى في جهنم عند رب العالمين فهذه هي القضية العظمى والخطب الجلل الذي يقاس عليه الناس ليس هناك معيار آخر عند الله عز وجل يوزن به العباد فمن أحسن فحسنته تابعة لإيمانه وإلا لو كفر بالله عز وجل فإنه سيلقى الله عز وجل بلا حسنة فهذه هي السيئة العظمى التي من قام بها أذابت كل حسناته قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله قال الله عز وجل عن مشهدهم يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يُعطى بها في الدنيا ويُجازى بها في الآخرة فهذه ثمرة الحسنة في دنيا يُعطى بها يجري بها الأرزاق عليه والنعيم والوعد الذي وعد الله عز وجل ثم يُجزى بها في الآخرة وإن الكافر إذا عمل الحسنة لله بها في الدنيا يُطعم بها طعمةً حتى إذا أفضى إلى الآخرة أفضى ولا حسنة له يُجازى بها قال الله عز وجل ويوم يُعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تُجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هذه هي القاعدة عند رب العالمين من أحسن فلابد أن يكون مؤمناً بالله حتى تُحسب له حسنته عند ربه غداً فإذا كان كافراً وأحسن إلى الناس فإنه سيُجازى بحسنته فإن الله حكمٌ عدل لكنه سيُجازى بها في الدنيا فقط سيطعم ويهنأ ويأكل ويشرب حتى إذا لقي ربه لقيه مفلساً بسبب شركه به سبحانه هذا هو الميزان الأوحد عند رب العالمين لذا لما قالت عائشة رضي الله عنها ويتذكر أعيان العرب في الجاهلية ممن انتشر كرمه وجوده بين الناس لكنه كان يعبد الأصنام فقالت في ابن جدعان يَصِلُ الْرَحِمَ ويُطْعِمُ المسكين هذا كان على هذه الأخلاق يُطْعِمُ المسكين ويَصِلُ الرَّحِمْ كان رجلاً خيراً إلا أنه كان كافراً بالله فقال صلى الله عليه وسلم إنه كان يعمل للدنيا لذكرها ومحمدها ولم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه لم تكن تنفعه فإنه لم يخلق حتى يعبد نفسه وينزل نفسه منزلته أو كان قد خلق لمتح الناس ودفع ذمهم ليس لهذا خلق إنما خلق لعبادتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فمن لم يكن على هذا الحال فقد أصاب الشقاء بعينه في الدور السلاس فإنه يعمل في غير معتمل وهذا معلوم أن الكفار لا يحملون الشر المحد فإن الله عز وجل قد خلق عباده يحملون من الخير والشر وهدهم السبيل وبين لهم معالمه إما شاكراً وإما كفوراً هذا هو الشرط الأول الذي يجب توفره في العبد حتى يكون عمله صالحاً فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا هو الشرط وهو مؤمن فإذا كان كافراً فالعمل صالح لا يسمى بغير ذلك إلا أنه أبطل جزاءه الأخروي بكفره بالله سيعطى ويجازى بها في الدنيا سيوسع له لذا تبرق الأموال والجاه والمتاع في الدنيا في أعين الجهال من المسلمين قلوا انظر إلى هؤلاء كفروا بالله ويمد لهم في النعيم المقيم قال الله عز وجل ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لن يعذبوا بغيرها بل بها خوفاً ورجاءاً وتوكلاً وافتقاراً حتى أنهم لا يعلمون ما معنى التوكل على الله لا يعلمون حبه خوفه ورجاءه قلوبهم تتوكل على الأسباب فإذا افتقدوها أصابهم الغم وإذا تخلفت عنهم الدنيا ماتوا كمداً أما المؤمن حاله غير ذلك هذه الأسباب تكثر تقل نعيمه في قلبه وفي صدره يعنس بالله تتقلب به الدنيا فإذا كان في سراء شكر ربه سبحانه وإذا كان في ضراء أنس بشكواه وفقره إليه وهو يدعوه ويناجيه هذا نعيمه الذي يهنأ به في الدنيا أما هؤلاء قال الله عز وجل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثواً لهم هذا الذي لابد أن نعيه جيداً قال الله أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين هل يستوي هذا وذك أفمن وعدناه وعداً حسناً في جنة رب العالمين في قربه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا دنوع ودناءة يتقلب فيها مغرور جاهل لا يدري ما هي الجنة فإذا رأها غداً أصابه من الكمد ما أذهب به نعيمه في الدنيا إذا غمص فيها غمسة واحدة نسي ما كان في الدنيا هذا هو الميزان عباد الله الذي لا ميزان غيره فإنه لا حقيقة تثبت مثل الجزاء الأخروي فإذا أيقنت أنك ملاقيه فأعمل لحرصك غداً ولا يغر أنك ما يتقلب الناس فيه فإن الناس اليوم باتوا في فزع يخسون الموت واللقاء ينتشر فيروس هنا وهناك فيصيبهم ما يصيبهم من الخور والضعف وهذا يجري بمقادير الله وإن من أعظم ثماره التي يقوم عليها العبد الآن أن يذكره أنه عما قريب سيلقى الله وأن هذا الذي فيه الدنيا بأسرها ضعاف فقراء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً أين تقدم الغرب؟ أين علومهم؟ أين كبرهم وانتفاشهم؟ أما سمعت منذ سنوات تجبر بعضهم قال أوشكنا أن نجد علاجاً للموت هاهم اليوم لا يستطيعون أن يحاصروا ما لا يرى قال الله رب العالمين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وما هم بأهلها ظنوا أنهم يملكونها أنهم ملوك عليها وليس ملك إلا الله وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فاجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس طبيعة الصفحة على علوم وكبر إنه الله رب العالمين هذه مقاديره وهذه قوته صعدت أم نزلت لن أخرج عن كوني عبد له بهذا يستفيق العباد فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هذا نزل بهم محل بدورهم وجعب عليهم أن يلجأوا إلى سنن الأول أن يتضرعوا إلى ربهم لا أن يفتقروا فوق فقرهم إلى الأسباب ينتظرون مصلاً وعلاجاً وإن كانوا قاموا به فمأمورون يا عباد الله تداووا لكن القلب لا يجوز له أن يفتقر لغير الله يعلم أن هذه بيده فهذا ركن في إيمانك أن تعتقد أن مقادير الخلائق بيد الله وحده فإليه يلجأ وبه يعتصم وعليه يتوكل فلا رب إلا هو ولا إله غيره سبحانه جل جلال الله ما أعظمه وما أحلمه وما أقدره الأمر أمره والعبد عبده والكل فقراء بين يديه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أقوم قول هذا وأستغفر الله ليولكم الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له مع الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق طاضبة وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن محمد عبده ورسوله رحمة الله للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد فالشرط الأول حتى يكون العمل الذي نعمله اسمه عند الله صالحا مقبولا أن تكون مؤمنا بالله الشرط الثاني أن تكون مخلصا فيه لا تبتغي به إلا وجه الله قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد قال السلف هذان شرطان في العمل الإخلاص الإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الشروط الثلاث إذا توفرت في العمل أصابت محل القبول أولها أن تكون مؤمنا بالله فتحسن الظن بالله أنه يقبله ثانيها أن تكون مخلصا لا تبتغي بها أي شيء قل أو كثر لا متحا ولا راحة ولا رفعة ولا شيء فمن كان يعمل العمل الصالح الذي إذا كان مخلصا نجى به عمله لغير الله فقد أصاب كمدا في الدنيا وعذابا في الآخرة إذا قال أبو هريرة هو يخشى عليه ثم يفيق ثم يخشى عليه ثم يفيق ثم يخشى عليه ثم يفيق قال ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من يسعر بهم النار ثلاثة رجل تصدق بصدقة فأتي به فعرفه نعمه أي أعطيتك المال وأغضقت عليك قال فما عملت فيه قال تصدقت فيك قال كذبت ولكنك تصدقت تصدقت ليقال جواد وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه إلى نير جهنم لم يكن يعمل كان يعبد ولكنك قاتلت ولكنك قاتلت ليقال جريء شجاع شجاع وقد قيل أخذت أخذت أجرك عالم فأتي به فأتي به فعرفه نعمه فقال فما عملت قال علمت قال علمت فيك القرآن وتعلمته أخذت قال كذبت 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 لكنك قرأت ليقال قارئ وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقيه في النار هؤلاء من تساعر بهم لم يكونوا يعملوا لغير الله والشرط الأخير المتابعة لا يبتدع عبادة من تلقاء نفسه ولا يشرع لهواه بل يلتزم ما جاءت به السنة بحذافرها قولا وعملا وحالا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه كأنه لم يعمل شيئا فمن جهد في بدعة عمل في غير معتمل بل وحجبت عنه التوبة كما قال صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتخيل يوما أنه عاص مخالف فلا يأتيه هذا الوازع في نفسه أنه يرجع عن غيه لأنه يرى نفسه قد أصاب وجهد وعمل ولكنه أحدث في دين الله ما ليس منه وأضاف وحذف من سنة رسول الله تحت أي دعوة يرفعها كل هذا لا يسير عند الله فإن سار في الناس وخدعوا لكنه عند الله محفوظ دينه معلوم هو الذي أرسل بي رسوله غير ذلك لا يسمى دينا فلا الشيعة ولا الخوارج ولا الطرقية ولا كل هذه البدع من دين الله في شيء يسموا أنفسهم كما شاءوا لكن شرع الله براء من فعلهم وشرع الله عز وجل مصان وسيبقى إلى قيام الأشهاد وسيظل المعيار الذي ينسب للشرع هو إصابة سنة رسول الله من عدمها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كل هذه البدع والتفرقات والتشرذمات والاحتراب والاقتتال على هذه الأهواء شرع الله منه براء بل كان صلى الله عليه وسلم يجمع أمته بأسرها مع اختلاف أطيافهم وطبائعهم وألوانهم وأعرافهم على منهاج واحد فلم يقع بينهم هذا الذي يدب في الناس فإذا اتفق الناس على مرجعيتهم وما كان عليه الأول من الصحب الذين رأوا الوحي ينزل على رسول الله وفهموا مراده صلى الله عليه وسلم من قوله اجتمعت كلمة المسلمين غير ذلك هذا برأي وهذا بهوى وهذا بقول هذا يقتل هذا وهذا يكفر هذا وهذا يحقل على هذا وهذا وكل هؤلاء يعملون لأنفسهم لم يحكموا رسول الله فيهم ولم يرجعوا إلى هديه صلى الله عليه وسلم فصاروا إلى ما صاروا إليه هذه الأحوال الثلاث هي التي تسمى عند الله عملا صالحا من أصابها فلنحيي أنه حياة طيبة وجزاؤه عند الله غدا في جنة عرضها السماوات والأرضين اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وتوفنا وأنت راضٍ عنا وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم ادفع عن ديارنا البلاء والوباء والرباء والزنا وسائر الموبقات اللهم كن لنا ولا تكن علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانتقم لنا ممن بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك وهابين لك مطواعين إليك مخبتين منيبين أواهين أوابين اللهم اغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وثبت حجتنا واسلوا السخائم صدورنا اللهم اجعل مصرنا أمناً أماناً سخاء الرخاء وسائر ديار المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفيك لا تخيب رجاءنا اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا وذوينا وأرحامنا ولأصحاب الهقوق علينا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان قلوا ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين